سلام أهل الزنين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي وسلم اليوم إن شاء الله مع بعض هنعمل أومليت بيض بالطريقة سهلة وجميلة تغيير من البيض العادي وإن شاء الله شكله الأطفال سيحبوه شايفين شكله جميل يلا قبل ما نبدأ الطريقة ما ننسى الاشتراك في الغناء وتفعيل الجرس عشان نصرقهم كل جديد بسم الله بمشاء المكونات هحتاج إثنان قضعة جزر مبشورة وقضعة واحدة فلفل أخضر مع شطاء وجنزبيل دقهم بين المدق عادي ومعه طماطم ومعه صوسج هحتاج لي بسط هحتاج لي توم ثلاثة فسوستوم هحتاج لي 8 قطع بيض طبعاً كمية اخطيرة على حسب ما انت بتحبوه هحتاج لي ملح طبعاً حسب الرغبة هحتاج لي البهارات دي كلها زي ما شايفينها هحتاج ملعقة صغيرة من كل البهارات دي هحتاج لي قرفة ملعقة صغيرة هحتاج لي فلفل أسود أو فلفل أسمر على حسب ما انت بتفضلوا من البهارات ضيفوه هحتاج لي كوركوم هحتاج بابريكا هحتاج كذبرة ممكن تسخدم الشمار عادي كمان هنحس بس ما انت بتفضلوا من البهارات ضيفوه هلا نمشي على الطريقة هاخدت الطوا في النار لما تسخن هنضيف عليها البصل وهنبدأ شوح البصل لما البصل يبقى لون بها بشوي كده خفيف هنما شايفين اللون ده خلاص كده هنضيف 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 عليه الجزر هنضيف هنضيف الجزر و هنضيف هنضيف الجزر لما الجزر شوية لون يدبل كده خلاص بعدك هنضيف الفلفل الاخضر هنضيف مني الجزء بسيط كده عشان بعدين اخدته علي الوشفوق هنضيف الطماطم مقطع مكعبات صغيرة هنضيف الملح طبعا زي ما قلت على حسب الطعم سواسج سواسيج سواسج او الهرب سواسج اضيفه برد انوه هنضيف كله وسج الملح جزر جرفة ملح جزر دم ملح جب بابريكا ملعقة كوركوم مع طبعا الجنزبيج مع الشطة طبعا دي اختياري على حسب لو انتو بتفضلوه يعني يكون حار ممكن تضيفوه هاضيفة التوم هبشر التوم عليه هاضيفة التوم هابده اقلب شوية كده هابده اقلب شوية خلاص قلبت تمام بعد داك بعد ما خلاص انا يعني لسه طبعا يعني خل المكونات لازم تخلي البغارات كده تاخد من بعض هابده اساوي كويس تمام بعد داك حاجي اخفغ البيض اللي هو زي ما اقول تمني طبعا قطع بيض كبير الكيمياء يعني انتو ممكن تقللوا الكيمياء على حسب ما انتو بتفضلو يعني ممكن ناخد جوز جوز نص نص كده نضع تمام طبعا في الطريقة دي ممكن نضيف عادي جيبنا مبشورة اذا حابين و جيبنا موزريلا و جيبنا شيدر انتو بتحبو ممكن تضيفوا عادي دي ما شايفين طبعا هاضيف الباقي سوسيج او السوسيج او الهوضوك على الوش ومعه الفليف لو هاغطي عليهو بس عشان ما يستوي معي تمام اوضط عليهو النار بعد ما خلاص استوى التحت حاجة اشوفو طبعا زي ما شايفين الجهة الفوق لسه ما استوى تلوشة الفوق لسه ما استوى ما استوى اجيب الاسباتيو اللي عادي واسلك كده تحت عشان البيض ينزل تحت ويستوي معاي ارفح كده عشان او حاعمل فتحة كده في النص كده عشان البيض ينزل لا يتحت ويستوي معاي وطبع زي ما هقلت لكم مو حا يستوي لانا الكمية كبيرة فانا حابة تكون كيه شكل بيت زي كده يعني الكمية تكون كبيرة يعني قضعة واحدة كده فلما قلتكم مو كي يضيفوا عليه جبن ومزرلة عادي يو حبيب بعد ذاك خلص طبعا حاجيب صحن حاقلبه في الصحن وحارجعه تاني للجهة الوسط الوشة التاني عشان ما يستوي طبعا شكله النهاي يا رب الطريقة تعجبكم وانا نسى الاشتراك في الغنو تابعي الى الجرس عشان صارم